أن الكلام هذا غير حقيقي أنه يرفض أنه يعلق. الإشياء إذا بدنا ندخل بالتفاصيل. بدل من الواحد يحكي بطريقة كثير بديهية وكثير سهلة. لما الواحد يأتي محلل على البرنامج هذا. لازم يتكلم بطريقة بدقة. يجعله يكون من الشركة هاي ولا من الشركة هاي. بالواحد يقول أن البنات هاي ستطلع. والبلها ستطلع. لازم يكون دقيقة. دعونا نكون في تفاصيل. الآن اليونان قالت أنها قامت بمنذ شهر خمسة لما تم هناك الانتخابات وتم هناك تغيير الحكم. قامت بإحترام السياسات التقشفية. بالرغم من أن هناك احتجاجات كثير عنيفة بالشارع. بالرغم من أن البرلمان اليوناني قبل على أن مرور هذه أو آخر الشروط التقشفية. تأتي الآن أوروبا وميستر جونكر ويقول لا. نحن ليس مستعدين أن نعطي الشقفة هذه بـ 31 مليار. وبعد ذلك لفت الأنظار بين الاتحاد الأوروبي والصندوق النقد الدولي. لأن الاتحاد الأوروبي عايز يغير والعايز يصلح الغلطة. ولا ليس الغلطة. أن القرار عدم أعطاء 31 مليار. ولكن قال تعرفوا ما. خلينا نعطيهم إعفاء. وهذا الهدف أن ينزلون الدين تحهم. فهدف هذا سيذهب من 2020 إلى 2022. 2022. وإجاءت رئيسة الصندوق النقد الدولي تلقار وقالت لا. سيبا بوسيبل بالفرنسي. غير ممكن. لا. لازم نأجل إلى عامين. طبعا اليورو لما يرى اللف ودوران هذا طبعا ليس له أي خيار سوى النزول. الآن ما نعرف أنه في قصر الوقت كما كل ما رأى كل ما كان هناك حل كما العام اللي فات بنفس اليوم هذا كان هناك مشاكل مع إيطاليا وتم تغيير الرئيس الوزراء الإيطالي فرح يكون هناك حل أما باليورو نقطة الدعم القوية الآن هي ستكون في دولار 26 20 دولار 26 30 اليوم نتكلم الآن بدولار 26 80 دولار 26 50 إذا نغلق تحت دولار 26 50 فهي سيكون لك خطر فتعرف في لبناء بالسهولة يقول أنا قلت لك حوالي عامين أو ثلاثة سنين أنه اليونان ستطلع أظن أن المشاهدين سي أم بي سي يستحقون تحليل بأكتر دقة نعم أشرف طبعا أنا مثل العادي مبلغ حق لك ويخلص وقت شكرا جزيلا لك سيد أشرف العادي كبير الاستراتيجيين في ستي إندكس نهاية نهاية